اشتركوا في القناة مبارك التوارئ في زمة التاريخ الخبر الثالث معنا مليونية عزل الفلول تتفتت وانصار شفيق يزدادون جرأة الاهرام صفحة الاولى مرسي يقبل بنود الاتفاق الوطني وينفي اعتزامه التوقيع على ضمانات الشروق الصفحة الاولى عشرة احزاب تنقالب على الاخوان وتضغط على الاعلان التأسيسية قبل الرئاسة الاهرام صفحة الاولى القوى السياسية تجتمع غدا لوضع معايير التأسيسية الشروق الصفحة الاولى فايزة ابو النجا الحكومة تمر بضائقة مالية وشائعات وراء ازمة البنزين المصر اليوم صفحة التالتة اسكان الشعب تبدأ حصر جميع اراضي الدولة المنهوبة دلوقتي ناخد اول خبر معنا وهو سور بارتفاع اربع امطار واسلاك شائكة لتأمين اخر جلسات محاكمة مبارك بس قبل ما نعلق على الخبر هنشوف بوبص عن رأي الناس وتوقعاتهم في محاكمة مبارك ونرجع مرة تانية نتابع الاخبار ان شاء الله مصري يوم السبت ان شاء الله نفرح كلنا بمحاكمة الرئيس سيد مخلوع حسني مبارك ويبقى خبر سعادة لنا كلنا ان شاء الله بمحاكمته هيبقى ده اكبر رد على روح شهداء 25 ينار اللي فاتوا كان هو ساب الحبل لولاده ساب كل شيء لولاده يبقى هو لازم يعاقب لكل راعي المسوع رعايته لا ده ما يطلعش براء خالص براء من اي يعني اي منطق يقول ان ده يطلع براء مش ممكن ابدا يطلع براء في الظل اللي احنا شايفينه وجود المجلس العسكري طبعا ان هو هياخد براء بالنسبة لي يعني شايف ان هو المحاكمة بتاعته يعني ممكن ياخد حكمة لكن مش ياخد عدام توقع ان هو ياخد في الاول عشر سنين وبعد كده في المعارضة او عند الاستئناف يعني او حاجة زي كده فهياخد ان شاء الله هيتخف في الحكم وهياخد براء ان شاء الله هياخد حكم حكم جامد ان شاء الله تلاتين سنة زي مع الزبنة تلاتين سنة معك بس اللي احنا شاف ان هي مش هتاخد مش هبه فيه اي حكم وهي هتتأجل لغاية لما ينشوفها اي اللي هيبه رئيس شافيه او رئيس اه مرسي انا متوقع ان هو يعني براءة متعالي على الرغم من اراء الناس المتفاوتة زي ما قلنا في المقدمة النهاردة ان احنا مع احترام وتقديس احكام القضاء انه لا تعقيب على احكام القضاء تواك كان الحكم بالاعدام او بالبراءة او اي حكم تاني صح ولا رأي حضرتك ايه تعقيب ايه ده هم يزروا احكام انا شايف انه فيه خطأ كبير جدا احنا بنقع فيه كلنا كوسائل اعلام وكخوة سياسية ايضا الكلام عن انه هيبقى فيه مليونية اذا الحكم ما عجبش الناس ده كلام مهين للقضاء ده كلام يدل على عدم احترام القضاء وعلى عدم وعي اصلا بمعنى القضاء وبرسالته المعنى المهم والمكسب الحقيقي اللي احنا اخدناه انه هناك رئيس جمهورية يحاكم وانه دي رسالة لكل من يأتي بعده انه اذا اخطأت ستحكم ايه الحكم ايه ده مسألة ترجع لضمير القضي ولا يجوز ابدا انه لا انا ولا حضرتك ولا الاخوة المواطنين اللي هم انا عارف انهم حسنينية في الشارع انه هم يقولون انهم عايزين حكم قد ايه لانه ده كلام لا يجوز وكلام يعني يصل الى حدود المسخرة يعني معنى ان انا اعلق او اتكلم في الموضوع ان انا بشكك في نزهة القضي اه طبعا 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 اشكك في نزهته وامارس ضغط عليه يعني وده كلام ما خليوش يصدر حكم عادل اه وده كلام قيلة كثيرا عن ضغوط الرأي العام على القضاء سواء في هذه المحكمة او غيرها القاضي هو يعني صاحب الحق الاول ويمارس مهمة مقدسة وهو يحكم من واقع الاوراق ومن واقع ضميره ومن واقع ما يقدم لي من ادلة وهو مالوش علاقة بيه هو بيكره هذا المواطن المسل امامه او يحبه او موقفه السياسي حتى منه فلازم نبقى فاهمين ده ومدركينه وعلينا ان احنا نتقبل احكام القضاء وعلى المستوى السياسي انا برحك المكسب ان هذا الفرعون الاخير مسألة في القفص امام المحكمة ياخد ايه وبعدين فيه مسألة مهمة جدا يعني انه انت اذا اطلقتي غريزة الانتقام والتشفي دي مسألة هو الموضوع مش كده الموضوع ان انت بتنتهي عهد وبتبدأي عهد انك عايزة تبني بترسي قيم سياسية معينة الموضوع مش مين بيكره ومين بيحب فانا ارجو ان احنا ننتبه انا ضد كل الكلام الذي يقال انا مش مع الرئيس مبارك وانا شاركت في هذه الصورة ولكن انا ضد كل الكلام اللي ممكن يقال عن ان احنا هننزل وهنعمل واذا الحكم مشدد واحنا مش قضاء وعلينا ان نحترم احكام القضاء واذا القاضي حكم بحكم مخفف لازم الناس تفهم ان القضية اللي قدامه بتخليه يحكم ده موضوع تاني ايه اللي تقدم من تهم اه انت ما تحكمش مبارك عن تهم في دماغك انت وراء ايبع اه على الورق ايه تهم اه ده موضوع تاني ممكن تحديد القضية يبقى فيه ارادة سياسية انما القاضي عندما يحكم هو يحكم من واقع الاوراق فانا ارجو ان احنا ننتبه لهذه المسألة وعلينا ان احنا نحترم حكم القضاء صح ومش اي حاجة ما تعجبناش دلوقتي ينام المليونيات ونتلع ونصور في الشوارع فلازم فعلا ان الشعب المصري يبقى عنده قدر من واي ونحترم نخرج ونصور وكل هيتظاهر حق حق ماشي بس ده حكم القضاء اه بس انا بتظاهر ليه عشان حق ليه ولا عشان انا عايز اسلب حق القاضي يعني انا بتظاهر عشان انا لا عشان مش عاجبني حق القاضي لا فيه طرق معارضة فيه نيابة ممكن تعمل نقضة على الحكم لو ما عجبهاش والمحامي المتهمين ممكن يعمل نقضة على الحكم لو ما عجبوش انما في الاخر انه هذا الكلام لا يجوز صح تمام ناخد تاني خبر معنا التوارئ في زمة التاريخ زي ما احنا عارفين انتهت امس بحكم القانون التوارئ ده صحيح وده موقف يعني انتهى العمل بقانون الطوارئ وما تمش تمديد العمل بيه مرة اخرى طبعا ادراكا لانه احنا دخلين على فترة جديدة وعلى فترة هيتولى فيها رئيس جديد ومن ثم يعني لا يجب ان ان يارث تمديد لقانون التوارئ انت عندك مسألة قانونية ومسألة الامر الواقع المسألة القانونية انه مجلس الشعب لم يقم بتمديد قانون التوارئ رغم انه البلد في حال التوارئ فعلا انا حدش يقدر يقول ان احنا في حالة طبيعية والأمور مستقرة طبعا امور الامنية وكده فيما يخص الامر الواقع انه قوات المسلحة مازالت تمارس دورها هي اصدارة بيانة هم برح اصداروا بيانة فعلا انه هم ممارسين دورهم لحين تسليم السلطة اه 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 وده مفهوم يعني ده مسألة مفهومة ولا احد يعترض عليها لان انت بتكلمي على ايام معدودة يعني وبتكلمي كمان على انتخابات جارك بحماية اه وباستقرار وبانتظام وبنزاهة ايضا في الحقيقة يعني يعني فيما يخص الاجراءات بتاعتها وبالتالي حتى هتلاقي مفيش اي تعقيب من القوى السياسية على اه اه هذه المسألة لانه انت قانونيا انتهت يعني اه اه ده بعد واحد وثلاثين سنة يعني يعني من العمل بقانون الطوارئ منذ اكتوبر دي كانت من انجازات الثورة فعلا اه صحيح صحيح نتمنى ان احنا نقدر نستمر بلا اه بلا طوارئ يعني وده من الانجازات الكثيرة للثورة اللي احنا يعني ربما مش حاسين بيها فضوء ما يحدث ولكن فيه انجازات كتيرة حصلت تمام مليونية عزل الفلول تتفتت وانصار شفيق يزدادون جرأة اه اني وانا ما هو الخبر في جريت الشروق هو تتفتت معنى ان القوى كانت تنظم لها يعني حصل خلاف بناء مليونية كانت موجودة النهاردة هي موجهة ضد احد مرشح رئاسة بعينه هو ايضا له انصار يعقدون المؤتمرات اه طبعا يعني النص الثاني من الخبر هو الذي يعنيني انه انت فعلا انا شفت حالة غريبة جدا بالذات بالنسبة للفريق احمد شفيق المرشح رئاسة الجمهورية يعني كل اللي هو يخفي كل الذين يديرون الحملة وهم يختفون اللي هما من اعضاء الحزب الوطني من اعضاء الحزب الوطني ومن قياداته ففي حالة من حالات يعني وكأنه هناك جريمة ترتكب يعني 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 الناس اللي بيديرون الحملة ما تعرفيش مين انت في حاملة اي مرشح عارفة مين معايا مين واقف معايا مين فحالة الفريق شفيق كونهم معظمهم من انصار النظام السابق ففي حالة من حالات الاغوا من الوجوه المرفوضة في الحقيقة من الجماهير فالخبر انا بيقول انهم يزدون جرأة يعني بعد النتيجة الاولى واكتشاف انه طبعا حصل على المركز التاني وانه هناك عدد من الناس عدد كبير يعني يختاروا فهم يزدون جرأة بمعنى انهم يبتدوا يعلنوا عن نفسهم وبتاعوا انا في الحقيقة وده هيأثر على الصندوق في المرحلة التانية ولا مش هيأثر ولا يلا اخبار يعني ظهورهم هيأثر على الصندوق لا مش بالدرجة لان اولا مش كلهم ظهروا ومش الوجوه البرزة فيهم يعني بتكلم هنا على الناس اللي في المحافظات وكذا هم هتلاقي معظمهم من اعضاء الحزب الوطني القديم وانا شخصيا ايا كانت النتيجة يعني هم بيمارسوا حقهم في العمل السياسي يتقبلهم الناس او ترفضهم ما فيش حاجة تدعو للاختفاء يعني الا اذا كانوا مدانين في جرائم طيب دلوقت من الشروق الصفحة الاولى عشرة احزاب تنقلب على الاخوان وتضغط الاعلان التأسيسية قبل الرئاسة اه بوسوا على الاحزاب تنقلب على الاخوان يديك انطباع انه الاحزاب دي كانت موالية للاخوان وبعدين انقلبت عليها هو الحكاية مش كده الاحزاب دي هتلاقي عدد كبير منها من الاحزاب الليبرالية الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي ربما المصريين الاحرار كذا هي يعني بتقول انه لابد من اعلان قواعد تشكيل الجامعية التأسيسية التي ستضع الدستور المصري قبل انتخابات الرئاسة وانا في تأديري ان ده مش هيحصل ودي هتبقى المعركة السياسية القادمة مع حزب الحرية والعدالة ومع جماعة الاخوان المسلمين سواء فاز مرشح الحرية والعدالة بالمقعد الرئاسي او لم يفوز فيه تصميم من جماعة الاخوان على الاستقصار بتشكيل الجامعية التأسيسية اولا تأجيلها لحد ما انتخابات رئاسة بان عشان نشوف اذا كان الرئيس مننا ندي صلاحيات مطلقة للرئيس اذا كان الرئيس مش مننا نسحب كل الصلاحيات عند الرئيس ونحطها عند ربما رئيس الوزراء فمسألة برضو انما ده موقف ادبي للأحزاب ان هي تضغط لإعلان التأسيسية قبل الرئاسة ولكن انا في رأيي انها لن تعلن ولا اي شيء طيب الخبر من الشروق الصفحة الاولى فعيز ابو النجا الحكومة تمر بدائقة مالية وشائعات وراء ازمة البنزين فيه فعلا ازمة بنزين او لا فيه ازمة بنزين اكيد فيه ازمة بنزين انا شايفنا كلنا وشايفين الشوارع فيه ضغط كبير جدا اه اه انا شخصيا عنيتم ازمة البنزين وفيه منحك حكومي كده انه دايما كل ما يبقى فيه ازمة فيه ازمة مع انه الجزء الاولاني من الخبر بينفي جزء التاني يعني اقولك الحكومة تمر بدقيقة مالية هو مش سر انه البنزين والسولار بيعوزوا كاش 350 مليون دولار كل شهر عشان تقداري تجيبي الواردات دي من الخارج ومش سر انه بعد الثورة وبعد يعني الوضع الاقتصادي اللي حصل اصبحت الشركات اللي كانت بتتعامل بترفض ان هي تبعت هذه البضائع بالضمان او على بالاعتماد يعني انه هنسدد بعدين فاصبح الحكومة تمر بدقيقة مالية فانحن هنا نقول نصف الحقيقة او بنقول الحقيقة النصف التاني انه شائعات وراء ازمة البنزين لا فيه ازمة حقيقية وفيه نقص ممكن بقى الشائعات تخلي الناس عايزة تجيب اكتر التانك نصف مليان فتقول لازم اخد النصف ده سلوك عادي ومقبول من المواطنين لانه انت الازمة عندك من الاساس فلا احنا نوفر دور الحكومة ان هي توفر السيولة وتوفر الاعتمادات وتتصرف وبالتالي البنزين يبقى موجود فالناس ما تسريش بينها شائعات انما بالاكيد هناك نقص فيه البنزين كلنا بنعاني منه حضرتك عانيتي منه فانما ده من هاجعني في التفسير دايما شاعات مغرضة اخر خبر معنا اسكان الشعب تبدأ حاصر جميع اراضي الدولة المنهوبة ده ملف مهم جدا جدا وهو كان محور وعماد الفساد في الفترة الاخيرة من العهد السابق اراضي الدولة كانت كنز علي بابا اللي بيغترف منه انصار النظام ورجال اعمال النظام انا برضو عشان ما بقاش بقول كلام يعني مسطح او مرضي للجماهير انت عندك جزئين في مسألة الاراضي الاساس في الاختصار انك بتدي اراضي الناس تستثمرها مش عيب انهم ياخدوها ببلاشة بس المهم انه دول ما يبقوش من المحاسيب المهم يبقوا دول بيعملوا استثمار حقيقي المهم انهم مش بياخدوا الارض كل ده ما حصلش وكل اللي خدوا اراضي الدولة كانوا من في شبكات فساد يعني واضحة وصريحة فده ملفه مهم جدا انا اعتقد انه مش هنبتدي نتكلم فيه غير بعد انتخابات الرئاسة لانه لا صوت يعلو على صوت المحاكمة والانتخابات خلال هذين الاسبوعين القادمين اكيد وان شاء الله مصر تبقى احسن وان شاء الله اي حاجة كانت منهوبة واي حاجة كانت عايزين نصلحها تتصلح في الفترة القادمة بإذن الله استاذ وائل لطفي مدير تحرير روزة اليوسف نورتنا نهارك سعيد اهلا بحضرت اشكرك مشاهدينا تكون خلصت فقرة الصحافة ولست مكاملين معاك بقى فقارات نهارك سعيد